المدرسة تهدمت النظام في الطيران واضطرينا أنه نحن نجي على بيوت مستأجرة بيوت غمس وبيوت مستأجرة حطينا فيها طلابنا وعن يكون عندنا الوضع مكتص جدا بالطلاب وبنفس الوقت دعم ما فيه دعم للمدرسة ما فيه نهائيا نعم ندبر مدرسين من أبناء الضيعة عم يتطوعوا لحالهم عمال بيجوا بيغتوا دروس لأبناء الضيعة عنا هنا والوضع عنا بالنسبة ليس هناك استقرار في المدرسة مثل الخلق والعالم ينقصنا مقاعد ينقصنا دعم ينقصنا كتب ينقصنا فيه كتير أمور تنقص المدرسة وعم نتلافها من هون نجيب الكتاب من هون نجيب الكتاب وعمال من نضبط أوضاع الطلاب وفيه اكتزاز كتير عندنا كمان ليش؟ لأنه ما فيه مدرسي نظامي ونحن هلأ في بيوت كل ياته بيوت لأهل القرية نحن هنا بجبل الزاوية بعد الحملة الأخيرة اللي حصلت على جبل الزاوية وتم تهجير الأهالي وتدمير المدارس تدمير مونهج فنحن هون بقرية المغارة صار عنا تدمير هائل بالمدرسة عنا هون والوضع عنا كتير صعب وبالنسبة للأطفال اللي الموجودين عنا تقريبا حوالي 300-350 طالب موجودين حاليا عنده بقرية المغارة والمدرسة دمرت تقريبا بشكل تقريبا أكثر من نسبة 60 أو 70% بحاجة لترميم وبحاجة لتصبيق بالنسبة للأطفال والطلاب والطالبات الموجودين عنا هون فاضطرنا نحن كحل إسعافة أخذنا بعض البيوت ووضعنا أطفالنا في بعض البيوت حفاظا على ألية التعليم وعلى المؤسسة التعليمية وحفاظا على أطفالنا فما في عنا حل آخر إلا أنه ناشدنا المنظمات وناشدنا العالم كله وناشدنا الناس كله محاولين محاولين منا لترميم مدرستنا ولملمت هالأطفال هدول ووضعوا بمدرستهم فكان عدم الاستجابة من أي منظمة كانت ولا أحد استجابنا ولا أي منظمة مسح الدم على الطفل عنا بها المدرسة